طبعا هناك مشكلة متواجهة لبعضها وأكيد أنا أحد منكم أنه الذي نحذفها أو لن يحذفها، حتى يعمل حذف بيانات أو أي شيء من هذا القبيل وحتى بدون تحذف بيانات، هناك بعض الناس عند هذه المشكلة أصلاً ما هي المشكلة؟ المشكلة لأنه عندما تأخذ التضيف سكنًا يجب أن تأخذها كالعاد فعلت أضافه يتحدث لك انه أعطي الأذونات عندما نأخذ الأذونات، فنحن لا نعطي الأذونات، لماذا؟ لا أعرف يقول لك لا يوجد أذونات حتى يتوافق عليها رأيكم كيف ومعظم الناس يتعاني من نفس المشكلة حاليا يعني هناك مشكلة حاليا يتعاني منها أغلب الناس أنه لا يوجد أذونات حتى يوافق عليها هذا يوجد آخر تحديث لا أعرف لماذا فماذا هو الحل لكي نضيف سكن كحل مؤقت الحل سيكون صعب قليلا ولكن بعدين سيكون سهل عليك كثيرا كما تروني انا حذفت اللابي ورجعت تحطيت سكنات من أول جديد لكي تجربة انا قبل المرة شرحت عنه ولكن سأشرح عنه لا يوجد مشكلة ولكن لا تضغط زي على المتجر اي متجر لديك حسنا لم يكن لدي انترنت فرجعت اتصلت للانترنت لنضيف حرف واحد زي سيأتي لك زيد ارشيف اشهد التطبيق وماذا ستفعله هذا هو الذي سوف يوصلك على الملفات او محل ما ستفعله الذي هو زيد ارشيف بكل بساطة تفوت على زيد ارشيف حلو تجيب الصورة من أين جايبها من التليجرام معلم من اين جايبها لازم تضعها هنا انا مثلا اتضع الصور لسكننات وضعها في فلدر لحال انا اضع ملفات نضيف لك ايها اهي اضعنا لكم هنا اذا اضع ملفات تبع الجهاز الرئيسية مثلا عندما اصبح صورة احولها بانجرام احولت صورة بانجرام اعمل الصورة اضع اضع تخزين الجهاز الداخلي اضع ملف اضعه لسكننات مثل ما انتم شاهدون اضع ملف سكننات لحاله لكي اعرف ان اضعها بZR اضع وهذه الصورة لخطة اخر شاهدون ماذا نفعل بكل بساطة تضغط عليها ضغط مطولة للصورة و تعمل كوبي حلو حسنا نضغط هنا نضغط هنا نضغط على السهم بعد على device storage تمام سوف تضغط هنا على اندرويد لماذا لا يمشح لتطبيق ملفاتك الرئيسية في بعض الاجهزة يمشح لانك تفعل نفس الطريقة على ملفاتك الرئيسية ولكن صراحة ستكون صعبة لانه لم يكن لديك صور للملفات و بالنفس الوقت في بعض الاجهزة الحديثة لا تدعم هذا الشيء فضيت اضمان فتدخل على data شاهدون تنزل تحت اخر شيء ستجد هنا Windows software شاهدها اذا كنت داخل من تطبيق ملفات الرسمية لا ترى الصورة فقط سترى Windows software اضغط هنا شاهدون اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا ستدخلك بعدها على files نعم نعم بعدها على files سترى 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 و سترى 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 Volvo ST RT هذه هي اول شغلة طبعا انت ممكن ان يكون لديك RT فقط اضغط على هذا الخيار لسق صار عندك اذا كنت دخلنا على اللابة دقيقة فرجيكم فقط لو دخلنا على اللابة وعملنا اضغط سترى 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 اضغط هنا اضافة لكن انا لم احاوله VNG سترى AMG سترى من خلال التطبيق سترى 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 كيف تحول الناس الآن هدفنا سترى 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 الآن سترى لدي الناس ذات VN كل شيء يجب ان تنسخ ذات لكي يكون كل سيارة من نسخة VN هم يسمونها ولكن Volvo كل شاحنات Volvo كل شاحنات VN يجب ان تضغط VN وتدخل هنا اضافة 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 سترى 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 الآن هناك مشكلة الآن هناك مشكلة اضافة 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 ان الاسكن ليس ضيوف كما ترى ستضغط على ملف فهذا سترى ما تسمى الملف هذه الملفات ستجدها تحتاجها بصندوق الوصف هذه الملفات ستكتبها بالحرف كما هي مكتوبة أو كما تكتبها مثل هذا هذا اسم مرسيدس او اكترس يجب ان تكتبها كما تضافة اضافة مرسيدس نضغط على ملف مرسيدس ويجب ان تضغط ملف لكي قلت لكم اول شيء يجب ان تضيف اسم الشركة أو اسم الشعار وبعدين اضافة 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 حلو ماذا تصبح على ملف اكترس هنا تنسك صور تحتاج الى اكترس هذا لا يجب ان تقوم بها فقط اول مرة فقط اول مرة تقوم بها ثم تنزل لك بشكل طبيعي تصبح مثل ستريم تضافة مرسيدس اكترس لا يوجد فداع كل مرة ولكن لابد ان تقوم بها باقي الاسماء مثل سكاني ارتي مثل امورها مثل باقي الاسكنات سكاني طبعا يجب ان تضع الاسم نفس اسم الشركة او نفس ما يسمون الشركة لكي تفهم عليك ماذا الاسكن او مين يجب ان يكون نفس الاسم الذي تسميت الشركة للشاحنات لكي يخرج كل الأمور تمام فقط بعد ما تضيف او لأي شاحنة فبعد ما تضيف اي اسكن تمام بكل بساطة ستجرب مرة ثانية لكي تأكد ادخلنا على مجموتي مثلا اخذنا هذا الاسكن مثلا هذه الحفظة تمام كنت ترى الصورة هذه الصورة تمام لقد اخذنا الاسكن ونذهب تمام الآن اخذت الاسكن من قناتي طبعا انا اشارح ها اشياء تطبيق اخذنا الاسكن اخذنا الاسكن الذي احضره تمام كما انتم رأيون وحولته للبنج تمام بعدها ادخل الملفات احدد الاسكن اقوم بكابي واجبه على الفائل الذي اضعه في الاشياء بعدها أين نذهب لأخبطها أول مرة بعدها نتعود نأتي على ZArchive و نضع على ملف الذي أجبنا عليه الصورة هذه الصورة نعملها كوبي device storage android data تنزل آخر شيء windows software files skin وستريم ST كما ترى و نفعله لصق هنا و اخرجنا على اللابة جميل نعملنا بلص سوف تجد الاسكن نضاف معك بشكل طبيعي يمكنك تركبه يمكنك تركبه هذا الاسكن ليس الاسكني هو الاسكني القديم ولكن كما ترى ان نضاف معنا بشكل رسمي وتركب فقط هذه كانت الطريقة لتركب الاسكني و انا اعرف انه طريقة فعلا موتك يعني الطريقة بالفعل ستكون متعبة لك انت بس ماذا نفعل ذلك حتى ينزل التحديث و يحل هذه المشكلة و كثير من الناس قدمت اخطاء انه خطأ و هو القصة و توعدوا انه حلوه ولكن انا لم يبدو السبعيدة لكي نزلوا تحديثات الان فهذا كان الحل لكي تركب الاسكن اتمنى انكم فاتكم ان شاء الله يا رب انا واحد من الناس لدي هذه المشكلة و فادني الحمد لله السلام عليكم و رحمة الله اشتركوا في القناة